سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة حلقتنا النهاردة بعنوان العار بين المجتمع والدين في هذه الحلقة هنتحدث عن مفهوم العار واثاره السلبية على الإنسان من خلال بعض الأحداث والأمثلة اللي بتحصل في مجتمعنا النهاردة علشان نشوف فين الجذور والأثار السلبية اللي بتخلي المجتمع معين يكون مفهوم العار عنده عالي قوي ومختلف وكيف يؤثر ده على حياة الأفراد هل هنسأل بقى هل العار شيء سلبي أم شيء إيجابي؟ هل ممكن تكون فكرة العار حاجة إيجابية حاجة تخليك مثلاً تبقى عايز يعني لما حد يقول لك أنت جبت لنا العار تبقى عايز بقى أتغير نفسك؟ I don't know هل شعورك أنت بالعار وأنت بالعار ده شيء يقودك إلى حياة أفضل اختيارات أفضل؟ هنشوف لكن إزاي ربنا عايزنا أننا نفرق ما بين ما يهدم الإنسان وما يبني الإنسان؟ في النهاية المجتمع بيبنى على صلاح حياة الأفراد الشخص الإنسان الصحيح نفسيته صحيحة أو صحية أو أفكاره بناءة حرة عاقلة باختياره الشخصي الفرد يبني أو يهدم نفسه وبيته ومجتمعه على مستويات ومراحل مختلفة سواء كانت في الاختيارات الشخصية أو في الأفكار الدينية أو في تأثيره على من حوله الفرد مهم لأنه هو أساس المجتمع وهو الأساس عند الله عشان كده ربنا بيهتم بالفرد في الكتاب المقدس ويكلمنا في الكتاب المقدس عن خلقه للإنسان بتمييز ولرسالة ولهدف وعلى الإنسان كمخلوق بإيد الله القادر المحب الخالق اللي ما بيعملش حاجة كده هباء لازم الإنسان يبص لده ويفهم ده إزاي يغير حياته ومنظوره لنفسه وعلقته بالله والمجتمع ومسؤولياته عشان كده ربنا بيكلمنا عن خلقه للإنسان بتمييز ورسالة وهدف زي ما قلت لكم على الإنسان الفهم والتفكير والاختيار والتغيير أنت بنفسك اللي تعمل كده واختياراتك المبنية على قناعات ودراسة وفهم وأحياناً خطأ وتصحيح للخطأ وهكذا الحياة دايماً يا إما نتعلم منها يا إما أننا نفضل محبوسين في إطار الندم أو الماضي خليني أخذ لكم أمثلة عن مقولات كده بنسمعها عن العار أخذ مثالين أو تلاتة في مقولة يعني المفروض أنها متاخدة عن علي ابن أبي طالب بيقول كده النار أهون من ركوب العار والعار يدخل أهله في النار والعار في رجل يبيت وجاره طاوي الحشى متمزق الأمطار يعني المقولة دي عن علي بيقول كده أنه الموت وأهون من أنه يكون في حياتك دوع من أنواع العار وأنه من أنواع العار اللي بيذكرها في هذا المثل يعني أنه أنت ما تكونش حاسس بجارك وجارك يبقى جعانه تقعد بتاكل حاجات كويسة دي مش كده بس يعني تصوير اهتمامك بالإنسان اللي جنبك ده شيء كويس مش كده لكن في أنواع تانية من العار يعني تندارك تحت فكرة المثل ده منها الشرف الاختيارات الشخصية مكانتك في المجتمع عندما تحتل بسبب اختياراتك وهكذا فيه أنا طبعا مش متأكدة أنه علي هو إلا قال ده إلا لا لكنه ينسب لي فيه مثل تاني كده يقولك إيه النار ولا العار في مصر يقوله إيه التار ولا العار مش كده لكن المثل في أصله يقولك أنه النار ولا العار يعني الإنسان ممكن يلقي بنفسه في النار أهون من أن يشعر بالعار أو يعيشه عارفين المثل ده بيفكرني فيه في كان فيلم يمكن أنا مش فاكرة اسمه يمكن بداية ونهاية أما سناء جميل بتضطر إنها بداية ونهاية أيها فعلا سناء جميل بتضطر إنها تشتغل غنية يعني فلما أهلها بيروحوا يجبوها من السجن ويعودوا يقولها يا بالحة يا مقم معا ومش عارف إيه فتختار بقى أنها تروح تنتحر عشان تخلص نفسها وتخلص أهلها من العار لأنه بعد يعني بعد العار بالشكل ده ما فيش رجع ده المفهوم أخوها هو اللي خلاها انتحرت هل ده مثل في فيلم؟ لا ده مثل من واقع الحياة البنات اللي تقتل على حساب إنه طلع عليها سمعة أو إنها عملت خطأ فعلا أو إنها كلمت حد على التليفون يعني من كلمت على التليفون لحد فعلا عملت خطأ وتقتل على هذا السبب على هذا الأساس ممكن تبقى إشعه ما حصلتش خالص فإنك حتى الصورة والأخ بيقول لأخته موتك أحسن روحي موتي وانتحري الألم اللي هو فيه لا يساوي العار اللي هو عايشه فلازم يخسل يعني الشعور بالعار ده ويصلحه أمام المجتمع لكل مجتمع وحضارة مفهوم قيمي مختلف عن حاجات كتير زي المجد والخزي والعار والدفاع عن الشرف ويعني حتى في مفهوم الشرف وتبعياته الشخصية والاجتماعية فيه اختلاف ما بين المجتمعات وبعضها إذا كانت مجتمعات إسلامية أو إذا كانت مجتمعات منفتحة شوية أو متمدنة شوية فهناك يعني اختلاف في كيفية التعامل مع مواقف تتصل بأنك جبت العار للعيلة أنت يعني هددت شرف العيلة سمعتنا الكلام ده كله كل ده مرتبط بفكرة العار المجتمعات الشرقية هي مجتمعات بتبنى على المجد والعار وإزاي أنه فيه فرق بين الاتنين دايما عايزين نبقى ممجدين وشرفاء ولكن اللي يجيب العار للعيلة ده عايزين يمسحوه أصلا أو البرستيج بتاع العيلة والبرستيج ده بقى نوع تاني يعني البرستيج ده الناس اللي بتفكر في البرستيج برضو عندهم اهتمام بمسألة العار يعني أنا عائلتي مثلا ما يفكرواش موتوني لكن يفكروا يقطعوني لأن أنا بقيت عابرة فجبت لهم العار وهكذا فهم عايشين بهذه الفكرة وبالرغم من أنه ممكن هم يكون عندهم اختيارات وعارفين أن عندهم اختيارات وحرين في اختياراتهم الشخصية والإيمانية والفكرية والثقافية ولكن عندما تعلن تبقى عار ويبقى لازم يكون فيها تعامل مع الأمر زي ما قلت المجتمعات بتختلف في التعاول مع فكرة العار لها مسميات مختلفة يعني مثلا shame and honor يعني خزي وأنك تكون مشرف يما أنك تخذي العيلة أو أنك تكون مشرف للعيلة بالمعنى ده الشكل ده في العالم الإسلامي مختلف تماما عن الغرب الغرب المسئولية الشخصية سلبا أو إيجابا بتعود على الفرد في معظم الأحوال يعني واحد ارتكب جريمة مثلا وأنا هديكم مثلا إذا في حد ارتكب جريمة سرقة قتل تزييف أيا كانت هذه الجريمة جريمة اغتصاب ضد أي حد في المجتمع العيلة ما بتكونش ماشية مطيع راسها زي ما عندنا مثلا أو يخبوه أو يقطعوه أو كده لا العيلة بتقول ده عمل اختيار ده لا يمثل حياتي أنا حياتي تشهد عني بيعيشوا بالمنتاليتي دي في وقت آخر سنة كانت كان دونالد ترامب كان الرئيس فيها وحصل المسيرة اللي عملوها علشان يهجموا المبنى اللي كانوا بيعدوا في الأصوات علشان الانتخابات اللي بعد كده حصل إنه في ناس لأول مرة تحصل حاجة زي كده في بلد بثقل ويعني ارتباط أمريكا بالحريات واحترام الحريات فلما الجامعات دي طلعت وهجموا مبنى الكونغرس دي كانت كسرة كبيرة جدا في المجتمع والمجتمع كله صدم إن حاجة زي كده تحصل إن أمريكان يهجموا لأنه عندهم فكر مختلف فاللي حصل إنه الأهالي بتوعي الناس دي بلغوا عنهم شافوهم في التلفزيون وبلغوا عنهم مش بلغوا عنهم لأنهم مستعرين منهم هم بلغوا عنهم لأنه مسؤوليته أمام القانون وأمام المجتمع عنده حاجة بيهتم بيها بيقول إنه أبويا كتير كانوا أباهم على فكر قال إنه أنا شفت أبويا من ضمن الناس اللي هجموا اسمه كذا ويجب التعامل معا وطلعوا الناس دي قالوا إحنا بنحب أنا بحب أبويا ولكنه أخطأ في حق المجموع هو شخص أخطأ في حق البلد المجموع المستقبل للبلد الاختيارات دي ما تقصيش الأسرة عن المجتمع بالرغم إنهم بيطلعوا يعترفوا بالعكس بل بترجع الأمور إلى مسؤولية الشخص الذي أخطأ ومسؤولية الشخص الذي يعيش بأمانة لأنه في الغرب الدفاع عن الوطن كرامة ليه؟ لأنهم عايزين يحموا القيم وأسلوب الحياة اللي تعبوا في الحفاظ عليها بصورة عامة بصورة عامة ومتساوية لكل أفراد المجتمع مهما اختلف بقى إيه دينهم أو لونهم في الشرق مفهوم العار والشرف والكرامة مختلف لأنه ملون بمفهوم الدين والثقافة الدينية بأشكال كثيرة جدا ومختلفة وهنا بقى تتشابك المفاهيم ويبقى المفهوم الشرف مفهوم مختلف مثلا لو خدنا الشرف يبقى مفهوم مختلف يبقى شخصي ويبقى ديني ويبقى عار ويمس العيلة كلها الإنسان المسلم سواء كان رجل أو امرأة مثلا إذا اختار أنه يعيش بغير الإسلام يصبح إيه؟ عار على الأسرة والمجتمع أنا اخترت أن أنا بقى ملحد تبقى عار أنا اخترت أن أنا بقى مسيحي تبقى عار أنا اخترت أن أنا أبقى لديني أنا مؤمن بالله مش هصلي يا أخي أنا حر أنا اخترت أن أنا أعيش الحياة دي أنا مش مؤمن بقى بالسنة لا تصبح عار وتصبح مقطوع وتصبح عار على العيلة والعيلة كلها تقول أنت جبت لنا العار إخوتك محدش حيتجوزهم إحنا تبرنا منك وخاصة مع العابرين يعني خاصة مع العابرين من الإسلام للمسيحي ويقولوا لنا كده ما فيش حاجة تمحي العرضة إلا موتك أو موتك ويخرج الأمر من إطار الأسرة إلى المجتمع والدين اللي بينتظر بقى في الحالة دي إنه الشخص يخسل هذا العرض المرأة مثلا إذا أخطأت واختارت ما يخالف مفاهيم الأسرة والدين الإسلامي تصبح مصدر عار ويبقى فيه بقى ضياع شرف العائلة كلها دائما نقول إنه من التعاليم الإسلامية وحياة المرأة المسلمة تجد إنه شرف العيلة مرتبط بالست على طول إذا غلطت العيلة كلها تتلوث فلازم يخسلوا بعدم شرف العيلة وكلام من ده دائما هو مرتبط بالمرأة ده بيبني في نفوس الأطفال والبنات والصبيان ومنذ نعومة أظافرهم إنهم غلطهم الشخصي يأثر على العيلة كلها اختيارهم الشخصي يأثر على العيلة كلها هناك بعض الحقيقة للأمر ده إننا كعيلة لو أنا مش مربية أولادي فهيتقال لي أنت مش مربية أولادك ولكن لو ابني أنا ربيته وهو اختار يعمل اللي هو عايزه دي مش مشكلتي ابني لما يكبر يعمل اللي هو عايزه ويتحمل مسئولية أخطائه أنا كست مسيحية مؤمنة عارفة إنه ربنا يعني إن لم تكن العلاقة الشخصية مع الله هي المحرك لفكري وفهمي وحياتي وحياة أولادي فعني أنا مقدرش أسيطر على حد وأقول له ما تخطيش مثلاً وكانت من الحاجات اللي أنا بعلمها لأولادي واللي أنا بصلي إنه كل واحد فيكم يعلمها لأولاده مسئوليتك الشخصية عن علاقتك بالله ودي كده جزء للعابرين هبقى أكمل تحت جزء خاص لكم في هذا الأمر مسئوليتك الشخصية في علاقتك مع الله هي الأهم فأنا كنت أقول لأولادي لما تخطي ما تخافش إنك سيجي تقول لي ولكن لازم تعرف إن دي مسئوليتك الشخصية فلما تيجي تقول لي هتقول لي عشان أصلي لك عشان أنصحك عشان أعددك عشان أساعدك عشان أقف جنبك لو عملت غلطة كبيرة مثلاً يعني مثلاً لكن الأهم إن أنت تروح لله وتعترف بهذا الخطأ علشان يبقى ضميرك وقلبك وحياتك مع الله مسئوليتك الشخصية لكن إحنا من خلفيات إسلامية كل المسلمين يعلم الطفل إن أنت ما تجيب لناشي العار وإن أنت مسئول عن ده وإن أنت مسئول عن ده فيتزرع فينا فكرة العار من وإحنا صغيرين أنا لم أكن أعلم كم ارتبط فكري وقلبي ومشاعري واختياراتي بفكرة العار لحد ما خرجت من الإسلام وتعرفت على الحياة مع المسيح المرأة في المجتمعات الإسلامية بتتحمل العقب الأكبر في هذه الأمور ليه؟ لأن المعطيات في الإسلام بتخلي الست تبقى عليها العين دايما زي ما قلنا هي المصدر لكل المشاكل في العين الراجل عنده حريات أكثر كثيرا وإن كانت مقننة بالقوانين الإسلامية فعلا زيها زي المرأة مش بقوا زيه زي المرأة ولكن ليه أكتر كتير من السماح لما تيجي تقول إنه في راجل غلط يعني راجل زنم مع واحدة ست يقولك ده راجل ما يتعبش لا نعيب على الرجل أو غلطة أو عدت الكلام فيها ما يبقاش كتير أو ممكن ما نتكلمش عنها خالص راجل بيخون مراته ده راجل لكن لو الست خانت جزها تتحبس وتطرد أو ممكن تقتل وممكن يبقى عليها علامة بقيت عمرها إنها غلطت خانت مفيش نفس الميزان الست تغطى تحجب وتحت الحجاب بقى تحط يعني أشكال وألوان وأنواع كثيرة من الالتزام بالحجاب إذا كان ده أخمار واللي إذا كان ده طويل هي لابسة بانطلون ولا مش لابسة بانطلون لابسة عباية مش لابسة عباية اللي ما يشفه وما يعني حط كل ده وكل عيلة وكل مجتمع عنده مقييسه الخاص لكن في المحور الست اللي تخرج عن مقييس المجتمع في نقطة الحجاب هي مصدر لإيه بقى هي مصدر لكل المشاكل النفسية اللي عند الرجال زي ما عبدالله روش دي كده يطلع علينا ويقول لنا انتي لابسة مش عارف إيه زي قميس النوم في الشارع ومش عايزة الرجل يحصل له إيه ويتحرش بيك فيبقى التحرش مسئوليتها وخطيط الرجل مسئوليتها وزن الفكر والقلب في الرجل مسئوليتها وتبقى مصدر للعار هناك مسئولية للمرأة عن خطايا الآخرين انتي عملت كده فجبت لنا العار على طول كم من النساء اغتسبوا ويكونوا متقطعين بسكينة ويكونوا مضربين مش عارف إيه ويقولك ما هي ساكة لابسة مش عارف إيه ما هي لو كانت محجبة ما كانش ده حصل كان أحسن تلبس خيش أو ما تموتش مش الكلام ده سمعناه كتير مش الكلام ده بيتقل حد النهارده البنات البنت اللي كانت اغتصبها أو حاول اغتصبها أنا أسف الرجل بتاع الأوبر الكلام اللي طلع بقى إيه اللي موديها دلوقتي بالليل وإزاي أهلا يسيبها تخرج بالليل وكتلبسها إيه ومش تلبسها إيه وينو على طول تلام المرأة في المجتمعات اللي تنظر للمرأة على إنها مصدر للعار حصل لها حاجة ولا حصل لهاش حاجة من ضمن الأمور اللي تقالت في مثلا عن الست دي إنه مقدرش أبدا مش عارف إيه يعمل مش عارف إيه تأكيدا يعني إنها ما تلمستش ولو كانت تلمست كانت الأسرة بقى هتمش كلها مطي دمخ مع إنها ممكن تكون كانت تقتصر تحت السكين مثلا ف يعني الأمر دائما ينظر فيه للمرأة على إنها ممكن يكون تعمل أكتر الفتوى عجيبة الشأن بتاعة الشعراوي مثلا اللي يقول لك إنه عضلات رجلين المرأة صممت طبعا أنا مش بقول كل الكلام اللي قاله زي ما قالوا يعني لكن حطناها كتير يقول لك إنها صممت على إنها لا يمكن لو أغلقت رجليها بقى كده لا يمكن أنت حد يقدر يفتح أصدق إيه أصدق إنه الست اللي بتغتصب اغتصبت بمزاجها ما تبتتش قوي استسلمت أو طلق فتقعد اجتماعي لقده 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 فرصة تحب ف يعني بكل إجحاف في حق المرأة يعني كإنسانة نقول إنه إذا من الحاجات اللي بتحصل في التعليم الإسلامي إنه إذا جوزها غضب عليها أو قالت له لأ على حاجة وخاصة الأمور الجنسية هي اللي تدفع التامن الملاكة تلعنها تحاسب أمام الله إنه غضب عليها لو بتغطبان بلا تقدير الشيوخ النهاردة ممكن تقول لك أس يعني برضو المفروض يكون في تفاهم ورحمة وبنية اللي مش عارف إيه على الرحمة والصلة الرحم وكل الكلام ده لكن في الآخر لما تقول لأ الملاكة تلعنها دي يعني بلا نقاش ما فيش تقدير اللي بتعملوا المرأة أو اللي بتعيشوا المرأة لكن هي لازم تطيع طاعة عمياء وإن لم يكن فهي تجيب العار لأهله لما كانوا أهلينا يقولوا لنا اللي يحصل في بيتك ما يخرجش بره باب قدتك فممكن فبقى الشكوى من الظلمعار ما هي تفاصيل صغيرة بنتعلمها لأنه في أساسيات في الدين وفي المجتمع بتقول لنا كده المرأة تدفع التمن لحقوق الأب والأخ والزوج مثلا عليها كم من الحلقات قدامنا عن سيطرة الأب والأخ والزوج على الست اللي يقدر يقول عليها عاقف يحطها في بيت من بيوت اللي بيحطوا فيها الستات اللي خرجوا عن طوع أهله في السعودية في الأردن عملنا حلقات كثيرة عن هذا الأمر لأنها جابت العار لأهله لأنه من الستات اللي اشتكوا على أهليهم والبنات اللي قالوا إن هذا الأب يغتصبني دخلوها بيوت الستات أنا ناسية الاسم هي لها اسم لكن بيحطوها في البيوت اللي الستات ما يقدروش يخرجوا منها إلا بإذن هذا الأب وليه الأمر اللي هي اشتكته لأن ده سلطة الأب في الإسلام على المرأة وتفضل هذه المرأة عار سببت عار للعيلة لو الست اغتصبت من حد في العيلة واشتكت لأمها تقولها سكوتي ده ما حصلش عيب عار مفاهيم ملتوية عن الحياة الإنسانية والاجتماعية مجتمع يمجد من يزيد يزيد في التدين وده يعني بمقاييس مختلفة فالناس اللي تحملها قوي في التدين دول دول يحترموا وغالبا ما يكون ده مش عن تطبيق ذاتي وشخصي غالبا لأنه ما فيش إنسان يستطيع أنه يمشي على خط كده يعني من غير ما يكسره وخاصة عندما يكون الدين فكرة أنا بتعامل معاها وليس حياة لأنه لا يمكن للدين الإسلامي أنه يكون أسلوب حياة سليم يبنيك من الداخل هو صندوق توضع فيه وتفضل يعني تتحرك داخل هذا الصندوق في إطار معين ما عندكش اختيارات أخرى فساعات ممكن تقب ببرا الصندوق وتعمل غلطة ولا حاجة فتبقى عار للعيلة مش كده خلينا يعني ناخد مثل فتوى من الأستاذة فدوى جديدة ونشوف بقى المجتمع بيتصرع معها ازاي فيه ناس بتقول برافو انتي ما حصلتيش وفيه ناس تقول ايه لا يعني انتي اللي بتقدمي ده تطرف مثلا او ما تبوزيش مخ اولادنا فتعالوا نشوف بقى ازاي الأستاذة فدوى بتبوز مخ الاطفال اللي هي بتتدعي انها بتعلم يعني انا دلوقتي لو لابسة في البيت قدام ماما لابسة بيجاما قدام ماما دي عورة اه باخد سيئات اه سيرترايز اه انا اخدت باني انتم مش حالفين الكصة دي فدوى حرمت على البنات لبس الهوت شورت حتى في البيت وقالت ان دا بيديهم سيئات حتى لو استعالتهم وقالت ان دا مش كلامها دا كلام الشارع هي فعلا قالت كده دا كلام الشارع عشان المجتمع ابتدى ينتقدها فدوى الهوت شورت انا يعني اعجبني قوي الميكس بتاعها دا يعني شو انجليزي او سيربرايز وحاجات زي كده ويعني هي ايه مسلمة متطرفة شيك يعني التطرف بشياكة زرع السم بث السموم فافكار الاطفال اللي بتعلمهم والشابات اللي بتعلمهم بطريقة لطيفة او شيك وهي لابسة حل وحتى مكياج وعند مصممة ازياء وحاجات زي كده فكأنه اللي بتقوله دا يعني كلام له ثقل اولا الاستاذة دي اللي سمعته انها يعني او اللي خدته كده من المعلومات العامة اللي موجودة عنها انها عندها دروس خاصة لاطفال دي فالناس بتسجل اولادهم يروحوا عندها هي بقى في مكان ما سواء كان في مدرسة او في بيت وياخدوا الدروس الحلزونية اللي بتديها دي مش تقيلها كلمة تانية زي كده ما قاعدت تخوف الاطفال وشفتوها في الحلقات اللي فاتت ويبتقول لهم العفريت وهيدخل وقعتو خرق بعد المغرب العفريت بتنطلق ومش عارف ايه دلوقتي بقى الهوت شورت مدايقها اسئلة كتيرة هنا على فكرة في شيوخ كتير يؤيدوا فكرة الهوت شورت مش انه عجبهم يعني انه يبقى يعني عيب حرام ما ينفعش كده ما ينفعش كده ايه ما تلبسيش شورت مش تازم يكون هوت شورت وما تلبسيش شورت قدام امك قدام اختك البنت اللي بتسمع ده هتحس ايه من جهة عائلتها يعني على طول هي ماما ممكن تبص الرجلية يعني معلش هي اختي ممكن تبص الرجلية هتحس ايه من ناحية الله لما هو شايف ان كلها كده على بعضها عورة حتى في البيت خنق للحريات فتحس انها حتى رغبتها في انها تبقى حرانة فطصانة وعايزة تلبس شورت في البيت حرام عار عيب ده ما اللي انا بسميه زراعة القذرات يعني في كل شيء كل حاجة في الست بقت عار الام ودور الام في رعاية الابناء طول عمرهم الام بتدخل مع بنتها قط الولادة عار ولا مش عار عيب ولا مش عيب حرام ولا مش حرام الام بتنظف وتحمي بنتها لما تكون عيانة ولما تكون تعبانة تلبسها وتقلحها عيب ولا مش وما تقوليش بقى الضرورات والمحصول الغلط غلط مش كده لو انت عايز تقولي ان جسم الست عقورة على على أمها اللي مربيها اللي والدها اللي يحتمنها اي اله يتكلم بهذا المنطق وايه السبب يعني ايه السبب الحقيقة الشخصي واحترام الانسان لخصوصيات الانسان اللي امامه حاجة تانية يعني انا كام ايوة اساعد ولادي وساعد بناتي وساعد احفادي وكل حاجة واحترم ايضا خصوصياتهم ولكن بنتك مولودة منك زيها زيك ليه بتزرع السم في عقول الناس ليه البنت حتى في بيتها ما تقدرش تاخد حريتها ليه منطق لا انساني ومنطق اعمى علشان كده انا كنت فاكرة انه لما العريفي اتكلم على انه البنت بتلبس بانطالون محزق قدام ابوها الشاب علشان ما يشتههاش ويلوم البنت ويقولها عيب يعني ما ينفعش امتاع ده انا كنت فاكرة ان ده هو يعني 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 ايه سقف التطرف هنا دلوقتي كل يوم بتطلعو لنا مصايب اكبر من الابلع مفيش سقف للتطرف الانساني الاسلامي لانه مش من الله لانه ليس فكرة الله خالص ونعلم ازاي الناس عموما انت بتكلمي بنات بتكلمي امهاتهم بتكلمي مجتمع نعلمهم ازاي المسئل المسئولية القلبية فيما هو احتشام احترام ام لا ازاي يقوم بقى رجال الدين يعضادوا هذه الفكرة ويقولوا يعني يعجبها ومعلى فكرة الاستاذة فادودي مبسوطين منها لانها بتطلع هي مثلا صورة انضف شوية من عبدالله رشدي بتقول لها كلمتين انجليزي حلوين ومش عارف ايه ولابسة حلو وشيك بس بتقول نفس السم في بقى الشيوخ يقولك هي الحقيقة انها لم تخطئ انا عارف ان دا حصل مش عارف ايه وترند وانه هناك فقهاء قالوا بذلك وهناك من قالوا بذلك وكده ولكنها لم تخطئ ولكنها افتت ولكنه فق الاستاذة فادوى مواهب بقت فقيها دلوقتي مع ان الناس نشرين ليها ولولادها صور وولادها لابسين فستين قصيرة عادية زي بقيت البنات اللي في الدنيا مش بقول حاجة عن البنات انا انا بقول انهم لابسين لبس زي بنات الدنيا عادي فما تروحيش تقديلي بنات الناس عشان تعملي فلوس وتديهم سم زي ده شوف بقى عبدالله رشدي ورسالة التعديد القلبية اللي بيقولها بقى للاستاذة يجب على المرأة من غير ما يقول اسمها يجب على المرأة سترم بين السرة والرجبة عن أعين النساء ولو كانت أمها وبذا فلا يجوز للمرأة ان تبدي للنساء ما زاد عن ذلك ولو كان فيه محفل نسائي خاص ولو فيه حود سباحة خاص بالنساء وغرس احكام الشرع في النفوس منذ الصغر يجعل النشء مستقيما وعيا بما يجب عليه وقد كان حلوة الحتة دي وقد كان الصحابة يعودون صغارهم الصلاة والصيام وهم دون البلوغ علما بأن الإثم إنما يكتب على الإنسان بعد بلوغ يعني يا أستاذ اكتب مع البنت اللي عندها ثلاثة أربع سنين كمان علمها الشرط لأ ولو في البيت أو امامة تشوف رجليكي شوفوا بقى لو إحنا كمجتمع بين ربي ولأ بناتنا على كده أو امامة تشوف رجليكي كمية كمية القذرات اللي هتتزرع في القلب والفكر والنفسية والعقد بلا حدود بلا حدود هو يعدد هذا الفكر لأنه يقمع المرأة والمجتمع ويخلي بقى البقيين يحسوا بالعار طول عمره يا مامي أصلا ماما شافت رجليه كي خلينا نشوف الرأي الفقه الفقه وفكه فعلا الرأي الفقه ونشوف الشيخ العوض عورة المرأة على محرمها عورة المرأة ما الذي يراه المحرم من محرمه فبعض العلماء استدل بهذا بهذا الذي ذكر في عورة الأمة على سيدها بعد أن يزوجها وقال إن عورة الأمة أي عورة المرأة على محرمة من الصرع للرب وما ورد أن الصحابيات كن يظهرن على المحارم من الصرع للرب وما وراء ذلك مكشوف فرجعنا إلى البحث في عورة المرأة على محرمها فمن العلماء من قال عورة المرأة على محرمها ما يظهر منها غالبا كمواطن الوضوء كالساقين كالشعر واستدل بعضهم بأن النساء أو الرجال كانوا يتوضعون على العهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد جميعا يعني إن صحة قصة محمد من أصلها كان وقتها مش بس الجواري المشيين وصدورهم عريانا لكن كمان الستات في البيوت كان عندهم جواري وكان عندهم اسمهم إيه يعني أسرة أو جواري أو عبيد ساري عبيد من الرجال والنساء ومن الممكن للمرأة للمرأة تتعرّب قدام العبد بتاعها قصوم الكه ده أيامها كان كده فإنت النهاردة جاية تقول لي إنه برضو عورة المرأة النهاردة أمام أهلها محرمها أمها من السرّة للرقب طب واللي فوق لأ عادي كده عادي يعني يعني هذا العقل هل في ناس بتعمل كده يعني أنتو بتشوفوا ناس ماشيين كده نص عريانا في البيت مثلا يعني إيه الأفضل إنها تبقى متغطية من فوق لابس شورت ولا إنه لا يجوز يجوز عشان ده فكري الجاهلية وفكر يعني اتحدد بعقليات وتصرفات ناس عاشوا من 1400 سنة وإنتو قننتوها بهذا دي ده رأي الشرع فدوة ما غلطتش ولكن المجتمع يعيش الآن في صراع والبنات اللي قاعدوا سمعوا منها دول عايشين في صراع النفسي داخلي أنا كده بغضب ربنا شوفوا بقى التعديد الواحدة بتتكلم بهذا التعدي ازاي الشيوخ بتعددها عايزة أوريكو فاكرين الفيديو اللي عملته اللي بتتكلم فيه عن الدين المسيحي شوف الفيديو المسيحي الدين اليهودي مفيش حاجة اسمها كده الدين هو الدين الاسلام في مسبقكم يا لبس اه وربنا امرنا كمان ان احنا نتعامل معاهم very good وان احنا عدم عايشين مع بعض ما نتعاملش معاهم وحش ما نتعاملش معاهم وحش بس نقولهم انتم ملكوش دين مع انهم الاصل يعني اولا ان حق لاحد ان يقول انه الاسلام مش دين يبقى المسيحيين واليهود لانه الارتباط برسالة الله من البداية في الكتاب المقدس في العهد القديم والعهد الجديد انتهت برسالة المسيح والاسلام جاء ليخالف ذلك تماما وليس لو اي ارتباط وعملنا حلقات عن يعني ايه ديانات السماوية وهل الاسلام فعلا دين من عند الله ولا لأ هتقدروا ترجعوا لها وممكن نتكلم فيها تاني وتالت وعاشر ولكن واقول هذا الدين واقول انه ده يطابق شخص الله في الكتاب المقدس ام لا لكن الغيك كده اتعاملوا معهم كويس بس نقولهم انتم يعني مش من حقكو يكون لكو دين احنا لا نعترف بيكو انا لا اعترف بالاسلام ولكن اعترف باعتنق انتم ليك دين فاحترم الشخص مش الفكرة فهي هنا مش بتقولهم احترموا الناس او اتعاملوا معهم كويس هي هنا بتلخبط مخ الاطفال وتقولهم انه انه دول بنتعامل معهم بس كده يعني نايسلي جود بلطف هنعملهم بلطف لكن دول ما عندهمش دين ما عندهمش اي اساس روحي مش من حقك ولا من حق اي حد انه يقول حاجة زي كده طبعا بقى رسالة التعديد من عبده باشا اللي هو بقى الاستاذ عبدالله رجدي على طول تيجي شوف السلايد ده ده هي لابسة نفس اللبس وده كان طبعا في ابريل كل التحية والتقدير لهذه المعلمة الفاضلة اصلها قالت اللي انت عايز تقوله فانت بتؤيد ان المسيحية ليست دين وان اليهودية ليست دين وانه الناس دي ما لهمش حق في انهم يعيشوا حياتهم مهم الطبيعي هم بيعاملوا بهذا الشكل ما لهمش حق ما لهمش حقوق بس ايدها كده وايه والحدق يفهم وحضت صورتها في الفيديو اللي اتكلمت فيه عندها تعليل اخيرة على فدوى مواهب وحنشوف بقى هتطلع علينا ايه في اللي يامل اللي جاية اللي اخبط في الافكار الدينية ناجد ناتجة عن عدم معرفة بالله ويعني اه حورلكو فيديو كمان لها تفهموا منه الفكرة الفكرة دي الست دي بتقول حاجات هي اكشولي درستها فعلا درست الحاجات دي لانها بتقول حاجات معددة بفقهة او بقرآن او كده لكن المجتمع النهاردة لا يقبل انك تلبسيني تقبل عار عشان افكارك انتي افكار مظلمة خليني اوريكو التعامل مع الله وفهمش خصية الله من منظور الست دي ومن منظور الدين الاسلامي شكله ايه بص اسمع العصر فاضله خمس دقائر بتكلمهم عن الصلاة لازم تصلي على فكرة الصلاة تأخرها مكتوب احنا الصلاة علينا كمسلمين لازم تبقى on time الصحابة كانوا قبل ما الادان ما يدن كانوا بيخشوا ويتودوا ويفرشوا سجاة الصلاة ويعودوا يستنوا الادان عشان يبدأوا الصلاة كل ما هتأخر الصلاة مش هتنجح بسرعة هتأخر الصلاة مش هتتجاوز بسرعة هتأخر الصلاة هيأخر لكذا لو حطيتوا ده جوه your life هتقولوا لا 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 انا مش عايز اخر الصلاة عن ربنا عشان انا طمع I'm greedy لا يا رب انا مصلي وعمل كل اللي علي فانا يا رب يعني انا نفسي بقى يا رب تتقبل دعائي وتعمل لي كل اللي انا عايز شايفين اللي اخبطة في الافكار من الناحية الاسلامية انت بتدفع فبتاخد في مقايدة بتشتري من الله زي ما بيقول القرآن مش كده في الفكرة دي موجودة انت بتعمل اللي عليك بتاخد حسنات مش كده في الاخر هيبقى في ميزان تقدم العمل مش كده لكن المسألة انه الاعمال بتوزن وخلاص وانت يعني بتقدم حاجة عشان تاخد حاجة فالفكرة دي بتقدمها للبنات تقول لا اذا ما صلتيش مش تتجوزي اذا ما صلتيش مش هتعملي لا مش هتصلي وهتتجوزي برضو كل حاج المسألة مش كده المسألة انت بتصلي ليه طبعا الصلاة الاسلامية لا علاقة لها بالصلة والصلاة الحقيقية والحديث مع الله الحقيقي فانت بتقدي بعض الحركات علشان خاطر توصلك ليه انك يا دوب هتمدي في الضفتر انا صليت فيبقى لك الحق انك تقول له انا صليت واروح بقى عند ربنا وانا عاملك وتعملك ايه ده من له الحق ويستحق انه يقف امام الله بالشكل بتقول يا علي ده وتقول له انا اعملت كده بقى اعمل لي كده ايه ده فكرة متلخبة وحتى انك تكوني بتشجعي البنات على انهم او الشباب على انهم يصلوا علشان يقدوا فرد محبة لله يقدوا يبقى عندهم صلة بالله لو انت فاكرة ان الصلة الاسلامية دي ممكن توصلهم بالله يبقى 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 الصوت مختلف ولكن فاهمك الاخ روماني تخلصوا في القرية دي بعد كده الستت مرات وراحت تخلصوا من ايديهم قام مسكوها ضربوها وضربوا بنتها وعروهم في الشارع دي صورة البنت بتتضرب من ام الشباب وبيشتموا بافزع الالفاظ دو الجران عادي مش بس كده بقى دي قلعتها دمها عروا البنت وامها في الشارع قلعوهم الهدوم اللي فوق دي خالص وعروهم في الشارع واحتفصوا بلبس البنت ليه عشان يعيروها عشان يلبسوها العار تفضل طول ما هي رايحة جاية يقولولها هدومك عندنا احنا عرناك في الشارع اللي انت تعلمته من افكار الافكار ال 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 الانسانية يعني ملهاش دعو بالانسانية الافكار المغلوطة عن الحياة مع الله ومن حولك هو اللي يخليك تخلي فكرة اللعار اللي في حياتك دي تلبسها لغيرك وتفضل تعير الناس اللي حواليك لا المجتمع ولا البوليس ولا الحكومة ساعدت الناس دي ولا حتى الكنيسة ساعدت الناس دي ولكن مش هي دي القصة دلوقتي احنا النهاردة بنبص على ستات بتتعرف الشارع لانه ده اللي هيخليهم يسيبوا البلد ويهجروا نلبسهم العار فيمشوا ده مش من الله ابدا ولكنه اتعلمناه في ازاي انك ترى غيرك اقل منك في الاسلام الاله بيتكلم عن في القرآن بقاية قرآنية كثيرة عن ازاي سيخزى الذين كفروا مثلا في الدنيا وفي الاخرة هيلبسهم العار في الدنيا وفي الاخرة اله يخزي طب في الاخرة الانسان يدفع تمن اللي عمله ماشي ماشي الكتاب المقدس بيتكلم عن كده لكن في الدنيا ان الاله يخزي الناس وهم عندهم لسه فرصة للحياة والتوبة ده شيء لا يقبلوا عقل عن اله يكون محب في فرق بين انه يعني في فكرة العار عايز اقول سريعا في فرق بين الشعور بالزنب والشعور بالعار العار يعني يلبسه لك المجتمع يلبسه لك الدين يلبسه لك من حولك تبقى حاسس ان انت مكسوف من اللي حواليك لكن الشعور بالزنب لانك عملت حاجة غلط او لانك ناقص في شيء معين امام الله ولا حاجة زي كده ده مش شعور خاطئ بالعكس ده شعور يخليك تتجه لله وتطلب منه انه يغيرك وانه يقدبك وانه يهزبك ففيه نفهم انا في المجتمع حد يعمل حاجة في واحدة تخرج عن العيلة مثلا وترتكب خطأ زنبها هي تتحمل وهي لكن انا ملبسهاش العار ودفعها التمن الف مرة في فرق بين تبكيت الله في قلب الانسان او ان انسان يخذي انسان او يعيره ويعامله على انه مصدر العار او انه يجيب العار لاهله دي كلها افكار مش من الله ولا يمكن الله عايزك تعيش بها في حياتك عندي رسالة للعابرين سريعة جدا والرسالة دي دايما هتشوفوا رسالة للعابرين مرتبطة بكل حلقة عايز اقولكم حاجة اولا في اسمي يجب ان تعلم ان انت لست وانت لست عار ولستم مسؤولين عن العار اللي بيشعر بي اهليكم انا زي زيكم سمعت في يوم من الايام انت جبت لنا العار تقلمت من اجلهم ولكن الله علمني انه لما يلبسني هو رداء الخلاص محدش يقدر يحط علي رداء عار ولا يشاور علي باني عار للعيلة بالعكس انا عارفة ان انتم اليوم هتكونوا سبب من اسباب خلاص عائلتكم وانه في يوم من الايام واحد من عيلتك هيشاور عليك ويقولك اشكرك لان العار اللي انا كنت فاكره ان اتجبته للعيلة اصبح سبب خلاصي وسبب معرفتي بمحبة الله الحقيقية انتم لستم عار ولكنكم ابناء الله المحبوبين منه المخلصين بدمه اللي دفع تمن فيك على الصليب ما ما يبقاش ابدا سبب للعار علشان كده في الكتاب المقدس بيقول كده الكتاب انه مع المسيح صلبت فاحيا لا انا بل المسيح يحيا فيا وانه احنا النهاردة كعابرين اختي واخويا بنتي وابني بقولكم انه احنا لا نستحي من انجيل المسيح لا نستحي مما صنع الله من خلاص ومحبة وشفاء وقدرة ومعجزات غير عادية في حياتنا عندك ما يجعلك تقول انه انا لا استحي من انجيل المسيح لاني كما يقول الكتاب من جهة الرب افتخر لانه الله احباني هكذا لانه ارسل ابنه الوحيد علشان تكون لي حياة فانا افتخر بدا ويقول الكتاب كده انه انعيرتم من جهة المسيح فطوبة لكم اوعى تفتكر ان اللي بيعيرك بانك النهاردة ابن المسيح هو فاهم عايز اقول نقطة مهمة انه لازم ننظر لاهالينا ومجتمعنا بتعاطف ومحبة وفهم لانهم بيتصرفوا على قد فهمهم والطاقة والطاقة طاقة العطاء في مجتمعات اسلامية اغلقت بهذا الفكر محدودة لكن انت كابن وبنت الله طاقة الاحتمال عندك لانك فيك روح الله اللي بيقولك سامح اغفر احتمل انا معك طاقة الغفران اللي الله بيديها لك انت بتعملها من خلاله انت تراه من خلال عيون الله طاقة المحبة لانك بتصلي من اجلهم وهم بيضربوك وهم بيزجنوك وهم بيعيروك وهم بيشوروا عليك وهم بيقطعوك انت بتصلي من اجلهم لانك ترى من عيون الله مستقبلهم في المسيح الحاجة التانية اللي نفسي اقولها لكم انه عندما تشعر بالذنب فده مش شيء غلط زي ما داود الملك لانه اخطأ وزنى وقتل قال له ارحمني يا الله لاني اليك وحدك اخطأت والشر قدامك انت صناع فلا تنظر للاخرين ولكن تب امام الله وتقول معه زي ما داود قال قلبا نقيا اخلق فيا يا الله وروحا مستقيما جدده في احشائي وعندما وعندما نقف امام الله ونقبل هذه التوبة الفرح اللي راح مننا لما حزننا واحنا احزنتنا الخطيئة واحزان قلب الله يرجع لنا فنقول بقى فرح الرب هو قوتنا انت وانت النهاردة ابناء الله المحبوبين المغفور لكم بسبب محبته بسبب دمه بسبب صليبه بسبب اختياره لكم عيشوا دا وتقول حاجة لي ان افتخر الا بصليب ربنا وإلانا يسوع المسيح كل المحبة ليكم اخواتي المسلمين اخواتي العابرين اخواتي الباحثين كل المحبة ليكم هناك اله محب ينتظر ان تقدم قلبك ليه فيغيرك من الداخل فترى نفسك والاخرين من خلال عينيه ربي بارككم وإلى اللقاء في حلقات قادمة